اهلا بكم ويراب تكونوا بخير جميعا كتير سألوني عن الصابون السايل اللي انا بفضله او بستخدمه عندي في البيت فيه نوعين انا على طول ما بقطعهمش وما باستغناش عنهم النوع اللي احنا عنعمله النهاردة والنوع التاني هيكون الفيديو القادم باذن الله النهاردة سبعة لتر ونص من الصابون السايل تكلفته بسيطة جدا يعني يكاد يكون حرفيا كده ببلايش آآ متأكدة ان كل الخامات او المواد اللي احنا استخدمها معانا في الفيديو النهاردة موجودة عندنا في كل بيت لو المرة بتشوفوني معاك واميرا شعراوي من قناة ميرو شعراوي مبدئيا هحتاج نص كباية من المية مية عادية جدا من الحنفية وهحط فيها تلات معالق من هيدروكسيد السوديوم او السودا الكوية او زي ما اخواتنا في الدولة العربية بيقولوا عليها كوستيك قطرونة حجر تسليك مجاري دي بوشار يعني على حسب آآ كل دولة بتسميها ايه بصوا الابخرة اللي بتطلع دي غلط خالص ان انتي تستنشقيها الافضل تكوني لابسك ماما او فتح شباك شفاط مروحة اي حاجة بحيث ان الابخرة دي لا تطلع على بشرتك ولا تستنشقيها حاكي ان الصودا لحد ما تهدى معايا ومعايا كوباية من الزيت المستعمل الكوباية دي وزنها حوالي ومئتين وخمسين جرام كوباية الشاي العادية جدا اللي موجودة في كل بيت الزيت يكون مستعمل مش لازم خالص يكون جديد معايا كوباية نفس كوباية اللي اخدت بيها الزيت هاخد بيها الكحول الافضل في الوصفة دي الكحول الافيلي اللي هو الطبي لو مش موجود يبقى احنا استخدم الكحول الصناعي الابيض اللي بيكون موجود عن بتوع مستلزمات العطور آآ مكانهم هنا في القاهرة في آآ الجامع الاحمر عند باب الشعرية لو انتم نزلتم دان باب الشعرية ودخلتم جوا كده عند الجامع الاحمر هتلاقوا كتير قوي الجرام بيكون وزنه خمسة كيلو سعره سبعين جنيه من اهم الحاجات اللي بتنجح الوصفة بتاعتنا النهاردة ان لازم الكحول يختلط بزيت كويس جدا بصوا انت هنا شايفين ان الزيت آآ يعني امرقت كده تحت في البولة والكحول آآ طافي على الوش بتاع الزيت علشان الوصفة دي تنجح معيكي انت محتاجة تخلي اللي اتنين حاجة واحدة تخلطيهم ببعض كويس جدا سواء بقى بالخلاط سواء بالهند بلندر سواء باديكي سواء بالمضرب الكهرباء المهم ان انا عايزة اللي اتنين يخترتوا ببعض ده ما بيحصلش في دقيقة يعني مش بمجرد كده ما تقلبي تقلبتين تلاتة حتلاقيهم اخترتوا ببعض انا عايزة اقول لكم نصابون الكحول ده يا ما فشل معي والله العظيم يا جماعة انتم قد تكونوا بتشوفوا الوصفات اللي بتطلع لكم نكحة وبتتعمل بسلاسة وآآ يعني الموضوع سهل لكن احنا فعلا في وصفات كتير جدا 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 بتفشل مننا زيكم بالزبط مهما كنتي خبيرة ومهما كنتي شاطرة ومهما كنتي ما فيش شك ان في وصفات بتبوز مننا آآ فانا دلوقتي علشان الوصفة دي تنجح معي اللي انا تعلمته ان لازم يختلطوا ببعض كويس جدا جدا بعد ما اختلطوا ببعض هتبصوا تلاقيوا اللون بقى ابيض والقوام بدأ يتقل معينا شوية انا لسه منزلتش بالسودا الكوية هنزل بقى دلوقتي بيها بالتدريج يعني واحدة واحدة كده مش عايزين ننزل بيها مرة واحدة ونقلب انزل بيها ونقلب الافضل في الوصفة دي الكحول للطبي آآ هنقلب كويس ومع التقليب هنبص نلاقي ان اللون بدأ يتغير معي يعني انتم شايفين ان انا قبل ما انزل بالسودا كويس كان اللون ابيض خالص دلوقتي لما نزلت بالكحول بدأ القوام يخف معنا بدأ مع التقليب اللون هيبدأ يقفل 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 نغمق كده لحد كده ما حيديني لون آآ غروب الشمس ده بيحصل فوق تقد ايه ممكن ياخد معيكي لحد مسلا آآ عشر دقيقة تقليب انا بكون صراحة معيكي علشان مش اول ما تقلبي تقليبتين ايه ده ده الوصفة بازت مني لا ده آآ آآ اميرا بتقول اي كلام او بتلصبون دول بيقولوا حاجة وبيعملوا والله ما تبصوا انا ما حبيتش افصل الكاميرا انا متسرعة آآ لكن ما حبيتش افصل الكاميرا علشان اوريكي المراحل اللي انتي هتمر بها الموضوع ده ممكن ياخد منك لحد مسلا آآ اتناشر تلاتاشر خمستاشر دقيقة آآ معلش هو ممكن يكون بياخد وقته مجهود شوية ولكن صدقيني النتيجة مرضية تبايما آآ مفيش اي تكلفة حطناها لحد دلوقتي كل اللي احنا حطناها ايه كباية زيت مستعمل كباية من الكحول الافضل ان هو يكون تركيز سبعين وآآ تلات معالق من الصودة الكوية بصوا هي دي المرحلة اللي انا عايزة اوصل لها شايفين تحسوا كده ان هو الصابون وشه بدأ يتشمع او بدأ يعمل آآ العلامة اللي انتم شايفينها دي معنى كده ان خلاص الصابون دخل في مرحلة التصابون المضرب اليدوي آآ ممكن ينجز معيك او يكون افضل بس انا مش عارفة ليه دايما بنسى وبستخدم لسباتيولا كالتقليل ولكن انت يستعملي المضرب اليدوي علشان يديكي نتيجة اسرع بصوا كل ما هتقلبي اكتر كل ما هيبدأ الصابون او قوام يتقل معيك ويعمل زي كتل كده وآآ كده خلاص دخل في مرحلة التصابون ده مش زي الصابون التاني اللي هو بتعمل بالزيت والصودة الكوية بس اللي هو كل ما هتقلبي كل ما قوام هيتقل 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 لحد ما يدخل في مرحلة التصلب فهتحطيه في الاوالب وتسيبه لحد ما ينشف لأ ده ده هتبصي تلاقي القوام كل ما هتقلبي بيخف وبعد ما يخف هيبدأ يتقل 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 لحد ما يبقى عامل زي العجينة شايفين آآ يعني كل اللي انتم شايفينه ده حصل في وقت واحد مش بروح يعني انا من ساعة ما حطيت الكحول على الزيت وفضيل تقلب لحد ما يبقى حاجة واحدة او اخترتوا ببعض وبعد ما ينزلت في السودة الكوية انا كل ده واقفة مسكة المضرب في ايدي علشان كده قلت لكم وبياخد وقت شوية ولكن نتيجة بتكون تحفة انت تقدري تحطي الكحول على الزيت وتركنيهم مسلا نص ساعة او ساعة وبمجرد ما حتيجي تقلبي حتيجيهم اخترتوا بعض يعني على طول مش هياخدوا منك وقت جامد في التقليب انما علشان توصلي لمرحلة العجينة اللي انت شايفاها دي انت محتاجة شوية تقليب علشان يدخل في التسلط على فكرة تقدري بقى العجينة دي تغديها وتحتفظي بها في علبة وكل ما توازي تعملي صابون تشتغلي على طول اه انا نزلت دلوقتي بلتر من المية المغلية بصوا الاول نزلت بحبة صغيرين كده اه زي ما انتم شايفين بقى انا بفك العجينة دي دلوقتي هيعمل الشكل اللي انتم شايفينه ده تحس ان هو عامل زي الحاجة المفرولة كده بس طبعا هتبدأي تنزلي برضو بالتدري بالمية متنزليش بها مرة واحدة عشان ما تحصلش زي صدمة كده ويفصل منك وبعدين لما تنزلي بالمية المغلية هتحس ان الزيت تحت والطبقة اللي لونها ابيض دي الفوق برضو هتبدأ ليتقلبي تقليب كويس جدا وطالما انت متأكدة ان انت وصلت لمرحلة التصلب او التصبن او العجينة اللي انت شفتيها دي العجينة النشفة اللي مفيش زيت باين فيها ولا في كحول باين فيها يبقى خلاص الوصفة بتاعتي ان شاء الله نكحة بنسبة مية في المية بصوا مع التقليب حيبدأ القوام يتقل معايا بالرغم من ان انا مستخدمة مية مغلية انا نزلت في الاول بلتر واحد بس بصوا ما شاء الله اه خلاص اه ما فيش اي اثر خالص لا فتفيت بتاعة العجينة اللي كانت موجودة طبق تاني كبير بقى اللي انا هقلب فيه وحطيت فيه تلاتة لتر من المية دي مية عادية جدا من الحلفية بدرجة حرارة الغرفة مش مغلية ولا سخنة ولا حاجة ونزلت فيها بتلات معالق من السكر كلنا عارفين ان محلول السكر بيكون حلوة قوي للصابون اللي بتعمل بالكحول بيديله شفافية عالية وكمان بيضود الرغوة معي ومعلقتين كبار من بيكربونات استوديوم الكربوناتو حلوة قوي قوي في التنظيف ومتوفرة في كل بيت وكمان سعرها رخيص يعني مش محتاجة حاجة مكلفة علشان كده اقولت لكم في وصفة النهاردة المكونات اللي بنستخدمها متوفرة في كل بيت حتى الكحول ده لو مش لقيها انا بجيبها من عند بتاعنا استلزمات الطبية حتى لو انت مش لقيها تقدر تجيبي ازاست الكحول الصغيرة دي وتغدي منها كوباية لو هتحطي نس كوباية زيت حطي نس كوباية كحول روعها كوباية زيت يبقى روعها كوباية كحول انت تقدر تعملي الوصفة دي برمع كوباية زيت انا دلوقتي بعد ما قلبت المية بالسكر بالكاربوناتو نزلت بالصابون بتاع اللي انا كنت خفاها بلتر مية. آآ بصوا التلاتة لتر مية مع اللتر السخن الاولاني ده كان القوام هنا تقيل يعني كان القوام حلو ده صابون مركز. يعني مسلا ممكن تاخد كوباية صغيرة وتخفيها في لتر من المية. علشان كده انا هزوده مية تاني آآ هحط اتنين لتر من المية. الصابون ده رغويته عالية جدا جدا. ولكن في معلومة هقولها لكم دلوقتي وحقولها لكم تاني في اخر الفيديو علشان تبقوا عارفين من باب الامانة. الصابون ده بتاعه اول ما بتعمل بيكون عالي جدا. لو انت جبتي ورقة دلوقتي انا نزلت باتنين لتر مية زي ما انتم شايفين. آآ هتلاقي بتاعه عالي. علشان كده نستنى عليه عشر ايام على ما نستخدمه معايا كيلو صابون سيل بالكليسرين. الصابون ده اساسي معايا في الوصفة لا خالص انا بزود القوام وبزود الجودة بتاعت الصابون ولكن لو مش متوفر ما فيش اي مشكلة هو الصابون بتاعي كامل متكامل مش محتاج اي حاجة تانية. كيلو الصابون البليسرين ده انا بجيب منه مثلا بالتلاتة كيلو او الاربعة كيلو واركينو ما عندي عشان ادخلهم في الوصفات سعر الكيلو منه اربعة جنيه عند محلات المنظفات. لكن انت بالنسبالك لو انت مش عايزة تحطيه مفيش اي مشكلة خالصة. طيب من المنظفات اللي انا بحبها جدا جدا وعملت عنها فيجي واتنين وتلاتة قبل كده هو منظف ومطهر ومعاكم الجنرال. الجنرال موجود في السوبر ماركت وسعر الازازة دي كان سبعة وعشرين جنيه وقلتلكو قبل كده بالنسبة للهدوم اللي بنركناها فترة طويلة. ونيجي انت الله هنلاقي فيها زي بقع صفرة كده. آآ لو جبنا المسلا معلقة كبيرة من الجنرال ده وحطناها البقع دي ودعكناها كويس ولفناها في بعض وسبناها كده لحد ما ينشف وغسلتها هنلاقي البقع دي اختفت تماما. علشان كده انا شايفة ان هو بصراحة منظف قوي وانا لو علي كنت حطي الازازة كلها بس بصراحة حاسيت ان كتير يعني فاستكفيت ان انا ايخد كباية واحدة. رحته حلوة جدا جدا وكمان بيزود جاودة الصابون بتاعي. بالنسبة لصابون اللي انا حطيته. وبالنسبة لكباية الجنرال دول اختياري. يعني لو انت مش عندك خلاص ما فيش اي مشكلة زي ما قلتلك هو اصلا الصابون بتاعنا كان خلص لحد ما انا وصلت القوام اللي انا عايزينه. انا حطى اتنين لتر آآ مية عادية وبعدين الاول كنت حطى تلاتة يبقى كده خمسة والاول كنت حطى لتر مية مغلية يبقى كده ستة. انت تقدر تحطي تلاتة لتر بس. اربعة لتر بس. خمسة لتر بس. يعني ده بيرجع لاختيارك انت في قوام الصابون اللي انت عايزينه. انا حطيت دلوقتي لون واللون ده اختياري. اللون عادي. الالوان اللي هي بتاعة الصابون. مش اساسي برضو. انا بحطه علشان التصوير وعلشان يديني نفس شكل الصابون الجاهز. بصوا بعد ما سيبته يوم كامل كان شكله بالمنظر اللي انتو شايفينه ده التصديفة دي بتاعة الزيت بقى مع السودا الكوية. والله يا جماعة المراجي ما استخدمش الوان المايكوة. وازينتوا عارفين الوان المايكوة بتدي لمعة كده للصابون. لكن انا النهاردة كنتفيت بالتصديفة بس. ما شاء الله الجينة دي ريحة حلوة قوي للصابون. القوام بتاعي كده انتو ممكن تكونوا شايفينه خفيف بس انا حواريكم الرعوة بتاعتو حلوة قوي قوي دول حوالي سبعة آآ لتر ونص من الصابون. فيش اي تكلفة معنا لو تحسبوا التكلفة ايه? ولا اي حاجة. يا دوبك هي بس الحاجة الوحيدة ممكن تكون مكلفة شوية كوباية الكحول. ولو رحتي عند الجامعة الاحمر وجبتي الجيركن اللي هو خمسة كيلو اخدتي منه كوباية. آآ ده هيكون ولا اي تكلفة خالص. دي العلبة اللي انا كنت بوريكو بها شكل الصابون. بصوا حطيت عليها. يعني حاجة لا تذكر كده. وشوية مياه. بصوا ما شاء الله الرعوة بتاعتو حلوة قوي رحتو جميلة. اركني الصابون ده عشر تيام. خلصت الفيديو بتاعي. اشوفكم الفيديو اللي جاي على الف خير.